موسيقى سلام وتحية إليك بهذا اليوم تحية ملانا بالمحبة تحية ملانا بالخير والبركة نشكر رب من أجلك من أجل كل المتابعين والربي بارك حياتكم نحن نأخذ تأملات من الكتاب المقدس نحن نأخذ مقاطع كثير مهمة نشوفها ونتمنى أن نكون سبب بركة لكم وللكل الذي يشوفونا اليوم نعمة ربنا نأخذ تأمل عن ابن داود ابن إبراهيم الآية مذكورة في إنجيل متى إصحاح الأول والعدد الأول في أول إنجيل في أول بشارة يتكلم عن المسيح يسوع في أول آية في أول إصحاح يتكلم عن ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم السؤال ليش دا يبدي بهذا التعريف ليش متى بدأ يبدي بهذا التعريف نحن نعرف أنه إنجيل متى هو انكتب خصيصاً لليهود يرمز أبونا أبونا إبراهيم في الكتاب المقدس عن أنه أبو المؤمنين وبسبب أنه كان مستعد ينطي ابن ذبيحة للرب وأنطى الرب لإبراهيم ابن الموعد هو إصحاق بعدين داود بيرمز على الملك والرب أنطى أيضاً ابن وهو سليمان إلى اللي استلم الملك بعد أبوه في البداية إذا نجي نرجع للأساس في البداية حاول إبليس التهجم على ملكوت الله ولهذا أراد يأخذ الملك من الله لكن حاشة ووراها أراد إبليس أن يتهجم على البشرية ويوقعهم وهذا فعلاً اللي صار ووقعهم بالخطيئة حل هذه المشكلة محتاجين الملك والفادي محتاجين المسيح يسوع اللي هو من نسل ملك داود يأخذ الملك محتاجين يسوع المسيح اللي هو أيضاً من نسل أبونا إبراهيم يكون الذبيحة فالمسيح هو الفادي ابن داود يمثل الملك هو الذبيحة أو الضحية اللي مات على الصليب كان بيمثل أيضاً أبونا إبراهيم في الفداع وهذا كان صوت ورسالة واضحة لليهود ولكل الأمم ولهذا بنشوف أنه الرب يسوع المسيح هو اللي سوى الفداء الكامل بنفسه وهو صار الملك أو مو بس الملك لكن ملك الملوك وملكه لا ينتهي في لهذا بنشوف نقطتين أساسيتين موجودة في شخص الرب يسوع المسيح الفادي والملك اقبل المسيح اليوم أو توج المسيح اليوم ملك على حياتك واقبل الفداء اللي هو عمله بنفسه على الصليب هاي هو رسالة الإنجيل وذا تريد أن أصلي وياك أنا مستعد أن أصلي وياك وتقبل الرسالة وتقبل الخلاص بكل بساطة يا رب يسوع كون يا رب أنت المخلص وأنت الفادي على حياتي أشكرك من أجل دمك اللي سفك على الصليب لكي ما تخفر خطيئتي وأيضا يا رب هاليوم أريدك تكون الملك على حياتي أنت هو ملك الملوك ورب الأرباب بإسم المسيح يسوع وصلي آمين مبروك عليك الخلاص والرب يبارك حياتك واستمر بدراستك وقراتك لكلمة الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر